مرحباً أنا زهرة وهذه قصتي الرجاء الإعجاب والاشتراك ولدت في مدينة صغيرة في لبنان من والدين كالملائكة حرفياً كان أطباء يعملان لدى منظمة خيرية وعالج جميع المرضى بالمجان لذا فمن الواضح أننا لسنا أغنياء لكننا سعداء انعكس لطف والدي علي أيضاً وكتفلة صغيرة لم أحتمل رؤية أحد يعاني بمجرد أن بلغت رابعة عشر تغيرت حياتي بأكملها ذهب والدي إلى سوريا كجزء من طقم طبي وتم الإعلان عن فقدهما بعد أيام استمر فريق البحث بالبحث عنهما وتم إرسالي للعيش مع عمتي وابنتها في تركيا كانت عمتي رابية ثرية جداً وكانت تسكن في قصر ضخم مع ابنتها أمل رحبت عمتي بي وأخذتني في جولة بالمنزل كان مليئاً بالتحف المميزة في كل زاوية واو هذه المزهرية رائعة هذه من اختيار أمل لقد اشتريناها من فاريس العام الماضي هل رأيت برج إيفل؟ لقد سمعت أنه جميع ثم اصطدمت بالمزهرية على الطاولة وتحطمت أنا آسفة جداً لا بأس سأستدعي شخصاً لتنظيف هذه الفوضى فقط وسنكمل جولتنا لاحقاً حسناً يا إلهي ما سبب غبائي؟ حاولت على العشاء أن أكون حذرة أكثر لألا أوقع أي شيء وقد لاحظت عمتي توتري هل لازلت تفكرين بالمزهرية؟ لا تقلقي بشأنها لكن في حال قالت أمل أي شيء لا تأخذه على محمل الجد حسناً ماذا تقصدين؟ حسناً إنها رائعة لكن لديها طريقة مختلفة في الإفساح عن مشاعرها يجب أن تعلمي أننا سعداء بوجودك هنا وتطلعت للقاء أمل الغامضة الآن اضطرت عمتي للذهب بعد تلقيها مكالمة هامة خلال العشاء وبينما كنت أجمع الأطباق دخلت مجموعة من الفتيات يضحكنا ونظرت إحداهن لي وقالت أنت اجلبي شيئاً لي ولصديقاتي لكي نشربه لا بد وأنها أمل أهلاً أنا زهرة وأنا هل سألتك عن اسمك؟ أحضري كولا وشاي مثلج وقهوة تعرفين أين المطبخ صحيح؟ أو مأتوا عدت سريعاً بمشروبات الفتيات ولم يقل أحد شكراً حتى حيث شعرت بالغرابة ثم سكبت إحدى صديقات أمل مشروبها على الطاولة بالخطأ فرفعت أمل بإصبعها لي ونظفت الفوضى وغادرت لاحقاً بينما كنت أشاهد التلفاز على الكنبة صارت أمل وحدها وفقدت أعصابها فجأة أعلم أنك جديدة لكن هل أنت مجنونة؟ أنت خادمة هنا ولست ضيفة في الحقيقة أنا لست عاملة أنا زهرة ابنة خالكي بدت أمل مذهولة إذن لماذا تصرفتك خادمة مسبقاً؟ لم أفعل لقد طلبت مني شيئاً ففعلت لكن لماذا؟ هل أنت حمقاء تفعل أي شيء يطلب منها؟ لا لكنك ابنة عمتي ولا أمانع في مساعدتكي حدقت في وجهي ثم ضحكت وغادرت ذات يوم كانت تخبرني عمتي عن كيف بدأت شركة العناية الخاصة بها وحدها وكيف أصبحت قيمته مليون دولار الآن؟ كنت معجبة حقاً أود أن أخذ ماركتي نحو العالمية وأبحث عن شخص ليعرض الخط الجديد لكنك جميلة يا عمتي يجب أن تكوني أنت الوجه الإعلامي لمنتجاتك يا إلهي إنها تسمح لك بالإقامة في منزلنا لكن لا دعي لأن تكوني مبالغة لا أنا جادة عمتي جذابة وأنت ورثي هذا عنها كما لو أعتقد أن أمي لم تخبرك بسرها بعد ثم بدأت بشد شعر عمتي فجأة ظننت أنها ستؤذيها لكنها أزالت شعر عمتي رابية لقد كانت باروكة وهي صلعاء تماماً أحرجت وصدمت أنا لكن ضحكت أمل وسارت وهي تغني أمي صلعاء أمي صلعاء حاولت عمتي إعادة باروكتها لكني أوقفتها لم يكن على أمل أن تفعل هذا لكنك مذهلة من دونها ليس عليك قول هذا يا زهرة لقد فقدت شعري بسبب بداية ثعلبة قبل عام وأعلم أني أبدو مسيخة لا تبدين قوية وجميلة كبطلة من فيلم إنها مناسبة لك تماماً هل تعتقدين هذا حق؟ بالطبع سرعان ما بدأت المدرسة وشعرت بأني غريبة لكن قررت إجبار نفسي على الدراسة ذات يوم بينما كنت أتناول الغداء بالخارج طارت كرة قدم من العدم وضربت طفلاً صغيراً يلعب بالقرب مني وأوقعته على الأرض هرأت لمساعدته بالوقوف فوراً ثم أخذته للحمام ونظفته هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير لكن مهلاً أين الأيبود؟ لا بدو أنه سقط في مكان ما لا تقلق سأساعدك في إيجاده عدنا للبحث عنه لكن حينما وجدناه كان محطماً تماماً وكأن أحدهم قداس عليه كان الفتاة لوشك البكاء فقلت بسرعة لا تبكي حسناً سأعطيك الأيبود الخاص بي حقاً؟ ألن تغضب أمك؟ لا أنا واثقة أن أمي لن تمانع تفضل إنه لك شكراً جزيلاً أنت رائعة تحدث شخص من خلفي فجأة واو بالطبع رائعة نظرت لأرى شاباً وسيماً وطويل ليحملوا كرة أنا آسف لقد كانت كرة التي ضربته أعتقد أن عليك الاعتذار له وليس لي لكن الطفل كان قد ذهب بالآيبود أظن أني مدين لك بآيبود لماذا أعطيته الخاص بك على أي حال؟ لأنه آيبود لكن انظر كم هو سعيد كان على وشك قول شيء حينما ظهرت أمال فجأة ووضعت ذراعها حول رقبته ها أنت ذا يا حبيبي؟ أرى أنك التقيت ابنة خاني بالفعل زهرة؟ هذا خطيبي مراد أنتما أقرباء؟ نعم نعم أتذكر ابنة خاني اليتيمة من ليبيا التي أخبرتك عنها أنت تعلم أن أمي قلبها كبير إنها لبنان وأنا لست يتيمة سيعود والدي قريباً لكن نعم عمت امرأة رائعة وكريمة وبهذا صرت بعيداً بعد أيام أقامت عمتي عشاء من أجل مراد ووالديه كان كل شيء رائعاً لكن حينما تم تقديم السفلة كانت قد غرقت قليلاً ونادت أمل على الطباخة هل تتوقعين مني ومن ضيوفي أن نتناول هذه الشوربة كحلويات؟ أعلم أنك لست الأفضل لكن يا لك من غبية لتفسدي هذا أمل؟ يا كفي يا عزيزتي يمكنك الذهاب الآن شعرت بالغضب أردت وبخى أمل بشدة لكن لم أود أن أجذب الانتباه كنا نجلس في غرفة المعيشة بالمساء حينما نظر مراد نحوي فجأة قال لقد لاحظ أنك ترتدين هذه الساعة الكبيرة دوماً وتبدو ثقيلة على رسغكي نعم إنها ساعة والدي لقد أهدته أمي إياها على عيد ميلاده وحسناً استعرتها حتى يعودا زهرة هل يمكن أن لا تتحدثي عن والديك أرجوك إنه غير مريح فقط لكن من المريح لي أن أتحدث عنهما نعم لكنه يجعل الناس يشعرون بالغرابة لا أحد يود الحديث عن أشياء محزنة شعرت بدموع الغضب تتحشر في عيناي واستأذنت وخرجت للحديقة وجدت طبخة المسكينة تبكي بالخارج هدأتها بقدر ما أستطيع صارت بعيداً واستدرت لأجد مراد خلفي تبدو طبختك غضبة حقاً ربما كانت أمل قاسية قليلاً لكن أظن أن عليك التعامل مع الخدم بطريقة معينة طريقة معينة؟ الطريقة الوحيدة للتعامل مع الجميع هي بالاحترام نعم لكنها أخطأت على أمل أن تخبرها بذلك ليس أمام الجميع وليس بهذا الشكل كما أن الطبخة إنسان ابنها مريض وهي قلقة عليه وعلى الرغم من هذا فقد أعدت مائدة متكاملة من أجلنا هل تعرفين كل شيء عن الخدم؟ أتحدث معهم ألا تفعل هذا أنت؟ بالطبع لأعطيهم التعليمات لكن لا شيء عن حياتهم الشخصية يعيشون في منزلك ويخدمونك يومياً ولا تهتم لمعرفة أي شيء عنهم؟ مهلاً هل تقولين أني متعجرف؟ حسناً نعم نعم أنت كذلك بدأت السير بعيداً لكنه أمسك بيدي بلطف لم يكن على أمل أن تقول هذا عن والديكي أنا آسف أنا واثق من أنهم سيجدونهم قريباً وأنا أيضاً شكراً لك ثم غادرت ذهبت بالمساء التالي للمطبخ وكانت الطبخة سعيدة وأخبرتني أن مراد قد تكلف بمصارف علاج ابنها أعتقد أنه ليس سيئاً بعد أسابيع كنت أسير خارج مقهى بالمدينة حينما استدمت بشخص ما مراد وقع صندوق أحمر صغير على قدمي وانحنينا من التقاطه وانتهى الأمر بنا ونحن نضرب رؤوسنا بشدة ثم ضحكنا وجلسنا على مقعد لقد اخترت خاتماً لأمل ستقام حفل خطوبتنا بعد أسبوعين ما رأيكي؟ فتح الصندوق وأظهر خاتم ألماس أنا واثقة من أنها ستحبه لكني سألتك عن رأيكي إنه رائع أنا شخص الخطأ لتسأله عن الألماس حسناً ما نوع الخواتم التي ستودينه لو تزوجتي؟ لم أفكر بهذا قط ولم أفكر بالزواج حتى لكن لو حدث هذا فأتمنى أن أكون بسعادة والداي ولم يحظي بأي شيء فاخر لذا فلا أظن أن هذه الأشياء تهم نظر مراد لي بتعابير غريبة ولسبب ما أذاب هذا قلبي أنت لا تشبهين ابنة عمتك في شيء يا زهرة في الواقع أنت مختلفة عن كل الفتيات التي عرفتهن في حياتي سقطت بعض حبات المطر علينا وقال مراد أنه سيوصلني للمنزل لا سأعود للمنزل سيرا سيكون هذا ممتعا لكنك ستبتلين بالضبط متى كانت أخير مرة ست فيها تحت المطر؟ لم أفعل قط هذا محزن لن يقتلك هذا صدقني بدأت السير وانضم لي لكنها بدأت تمطر بغزارة وخلع جاكيته ووضعه على رأسي وركضنا ونحن نضحك كالأطفال حينما خف المطر سار مراد بي للمنزل وسألته إن كان يريد الدخول ورؤية أمل لا علي الذهاب للمنزل لكن شكرا لك يا زهرة لم أضحك هكذا منذ زمن أنت شيء مختلف ابتسم وذهب قلبي مجددا صرت للداخل وأنا أحاول أن أبعد ذلك الشعور الغبي لكن دفعني أحدهم بمجرد أن دخلت غرفتي لقد كانت أمل ماذا كنت تفعلين مع مراد أيتها الشريرة هل لا تهدئي؟ رأينا بعضنا وساربيل المنزل فقط مهلا هل هذه جاكيت مراد؟ أدركت فجأة أنه وضعها على كتفي ونسيت إعادتها اسمعي لقد أنطرت وكان يتصرف بلطافة فقط إنه خطيبي ولا أريد أن تخرجي معه لم أخطت لهذا سأبتعد عنه لا حاجة لشعوري بالخوف لما قد أشعر بالخوف منك؟ أنت مجرد يتيمة فقيرة تعيش بصدقاتنا لو دعوتني باليتيمة مرة أخرى يا أمل فربما أضربك على وجهك وبهذا دفعتها خارج غرفتي وصفعت الباب تجنبت مراد بعدها تماما بالمدرسة أو في أي وقت زار أمل في المنزل إنه خطيبها ومن الأفضل أن أبتعد عنه أقامت عمتي حفل الخطوبة وضج المنزل بالمتعة لكن حينما كان على وشك تلبيس الخواتم توقف مراد فجأة ونظر إليها لا يمكنني فعل هذا يا أمل لا يمكن أن أخطبك ماذا؟ ماذا تقصد؟ أنا آسف جدا لقد حاولت لكن لم أستطع أقنع نفسي بهذا ماذا تقول يا مراد؟ أنا واقع في حب شخصا وهو ليس أنتي أنا آسف ترك مراد الغرفة ووقف الجميع مصدومين عاجزين عن الكلام بكت أمل وهرعت لغرفتها ما الذي حدث للتو؟ ذهبت لغرفتي بعد ساعة وصدمت لرؤيتها مقلوبة وكانت أمل ثقف بالزاوية وتحمل ساعة أبي هل فقدت عقلك يا أمل؟ وماذا تفعلين بساعتي؟ كنت بانتظارك حتى أريكي وبهذا وضعت الساعة على الطاولة وحطمتها بمطرقة يا إلهي لا ماذا فعلتي للتو؟ كانت هذه ساعة والدي كيف لك هذا؟ حسنا لا أعتقد أنه عائد من أجلها تقدمت فجأة وأمسكت بشعرها وتشاجرنا سارت عمتي بعد لحظات وفصلت بيننا من الذي دهاكما؟ لقد سرقت خطيبي إنها أفعا يا أمي لا أعلم من الذي تتحدثين عنه أيتها المختلة أخذت عمتي أمل بعيدا ونمت على سريري أبكي لساعات جاءت عمتي باليوم التالي وبوجه جاد حقا سأرسلك للعيش مع قريبتي بمدينة أخرى يا زهرة وسترتادين المدرسة هناك وسأدفع لكل شيء بالطبع حدقت بوجهها وأنا أشعر بكسر قلبي لقد أحببت عمتي ولا أريد الابتعاد عنها أتمنى لو تصدقين أنه ليس خطأي أنا أصدقك لكن علي الاهتمام بابنتي ولا أعتقد أن وجودكما معا قد يكون فكرة جيدة أتمنى أن تفهمي رحلت لأستقر مع قريبة عمتي باليوم التالي اشتقت إليها كثيرا لكن قريبتها كانت لطيفة أيضا وسرعان مرتدت مدرسة الجديدة وحاولت نسيان حياتي السابقة لكن لم أتخلى عن أمل عودة والداي أبدا عملت بجد من أجل منحة دراسية وسجلت بجامعة جيدة ذات يوم بينما كنت أسير خارج الجامعة جعلت بعض الرياح من أوراقي تتطاير وركضت خلفها فتعثرت وأوشكت على السقوط بينما أمسكني أحدهم أمسكتك وأوراقك أيضا نظرت مصدومة تماما إنه مراد ماذا تفعل هنا؟ أبحث عنك تقريبا لكن لماذا؟ أنت لا تعلم كيف صعبت علي حياتي أعلم وأنا آسف حقا حينما علمت برحيلك علمت أن لا فائدة من لحاقك لأنك لن تكون سببا في تعاسة أمل أو عمتك وابتعدت وأنا أحاول نسيانك لكن لم أستطع لقد غيرتني يا زهرة ولا أود البقاء مع شيء عادي أود أن أكون مع شخص يسعدني ويجعلني أفضل أنا أحبك ربما منذ أول مرة التقيتك بها كان هذا أجمل شيء سمعته في حياتي لم أتوقف عن التفكير بك أيضا يا مراد لكن لا أعتقد أن بإمكاننا أن نكون معا ستقتنع عمتي أن السبب بما حدث بينك وأمل وستكرهني هذا سبب آخر لوجودي هنا عمتك مريضة وأظن أنها تود رؤيتك حقا هناك شيء تود إخبارك به ألقيت كل شيء وذهبت لرؤية عمتي وصدمت لرؤيتها ضعيفة جدا لما لم تخبريني بمرضك من كان يعتني بك أين أمل لقد تزوجت أمل من رجل كبير وثري قبل أشهر ورحلت ولم تزورني منذ ذلك الحين حسنا أنا هنا الآن أمسكت عمتي بيداي أنا آسفة لإبعادك عني يا زهرة كنت غاضبة حينها لكن لم ألو مراد على حبك أنت أفضل شخص عرفته ولا بأس لأن تكوني معه فأنت تستحقين كل السعادة عانقت عمتي ثم قالت شيئا صدم عالمي هناك شيء آخر لكن كان علي تأكد منه قبل أن أخبرك تلقيت مكالمة من وكالة في سوريا كانت تحاول الوصول إليك يا زهرة لقد تم العثور على والديك وتحدثت إليهما بنفسي وسيأتياني غدا لم أستطع أن أوقف الدموع من النزول لم أصدق لكن لم أفقد الأمل أبدا تركت عمتي لترتاح ووجدت مراد بالخارج هل علمت بأمري والدي؟ نعم لكن كان علي أن أدع عمتك لتخبرك بهذا لا أستطيع انتظار رؤيتهما مجددا وتقديمهما إليك أنا سعيد جدا من أجلك يا زهرة يبدو أنها ستمطر فلنذهب للسير معا سأحب هذا ترجمة نانسي قنقر